أزمة وقود جديدة في الأنبار ضحيتها سكان المحافظة الذين اضطروا للوقوف لساعات في طوابير طويلة للتزود بالوقود الأزمة أثارت غضبا عارما بعد أن تعطلت مصالح المواطنين واقفين صرع البنزين من الصبح لحد الآن وهذه الأزمة أثرت على كافة المحافظة لعل أصحاب سيارات الأجرة المتضرر الأكبر من أزمة الوقود لكون سياراتهم هي مصدر رزقهم الوحيد هذا أول تاكسي يريد اليوم يشتغل به تاكسي لو يقوم نائبات اليوم بالمحطة وعايف عائلته وعايف أطفاله وعايف أهله وبهل برد هذا الكثير من سكان مناطق غربي الأنبار جاءوا من بعيد إلى منطقة قرطان أملا بالتزود بالوقود ليصدموا بالواقع نفسه والله أثرت هواء أبسط شيء طلاب ما ما قدرت أوصلهم للبيت بسبب البنزين ما موجود ولازم أنا جئت من حصائب الشرقية اللي هنا رحت للخالدية ما لقيت وجئت هنا القرطان على أمن النوع القوانزين شركة توزيع المنتجات النفطية في الأنبار كشفت بأن حصة المحافظة موجودة في مدينة بيجي إلا أن عدم صدور كتب تسهيل مهمة السيارات الناقلة السبب في تأخر وصول الوقود إلى المحافظة مبينة أن أغلب السيارات الناقلة لم تحصل على تسهيل المهمة إضافة إلى عدم امتلاك المحافظة مستودعا كبيرا لتخزين المنتوجات النفطية في حين أن تهريب الوقود إلى محافظات أخرى لا يزال مستمرا على الرغم من وعود وزارة الداخلية بمكافحة مشكلة التهريب اشتركوا في القناة